بسم الله الرحمن الرحيم كنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت عند اننا لو عندي transaction ازاي اقدر اسجل الترانزاكشن ديد جوه الجورنل وقلنا ان الترانزاكشن الوحدة على الاقل بتأثر في حسابين عندي وان في الترانزاكشن الوحدة لازم يبقى دبت اد الكريدت وكنت عشان احدد الاكاونت ده هيحصل له او هسجله دبت ولا هسجله كريدت انا محتاج اشوف هو تابع لاني كاتيجري واستقررنا ان احنا عندنا خمسة كاتيجريس كبار assets, liabilities, owner equity, revenue, expenses واتفقنا ان اللي طبيعاتهم دبت هم الassets والexpenses واللي بطبيعاتهم credit الowner's equity والليابلتي والrevenue وان الاكاونت غيرت طبيعة طولة هو كان بيقل يعني for example كان الاكاونت بتاع الكاش قلنا ان ده المفروض تابع الassets فالمفروض ان هو debit لكن لو حصل ان الكاش ده بيقل كان بيبقى credit كل transaction واحدة بتأثر في حسابين او اكتر شوفنا حاجات بتأثر في ثلاثة وشوفنا حاجات بتأثر في اربعة وشوفنا حاجات بتأثر في خمسة وانتهى الموضوع على اني كان الاكزامبل دوه مطلوب مننا اكزامبل رقم واحد مطلوب مننا نعمله كهومورك وهو ده اللي اتناقش المفروض في خلالي السكشن الاولاني اللي خادت السكشن اوكي خلاص واللي ما خادت السكشن لو سمحت لازم تحضر السكشن في خلالي الأسبوع دوه عشان خاطر انا قلت انا هحاسب على حضوري السكشن بمعنى ان الحاجات اللي هتطلب في المحاضرة ممكن تسلمها بعض المحاضرة في الغالي بها فتح لوقت شوية لكن الحاجات اللي هتطلب في السكشن هتتسلم جوهة السكشن وتبقى مرتبطة بوقت السكشن بس تعالوا نتفرج بقى على اكزامبل كامل كده اكزامبل رقمت يكلمني عن شركة والشركة دي قال لي ان في البداية الاونر بتاعها استثمر مئة الف دولار وابتدأ يديني الترانزاكشن بتاعتها انا بعتلكم فايل اكسل تيمبلت كده في نفس الكلام ده كده بس من غير الارقام يعني الجورنال كان فاضي الفايل اللي اتبعتلك كان عبارة عن تيمبلت المفروض انك هتملى الجورنال وبعدين تملى الليجورس والمفروض ان الحاجات دي حاجات قديمة وعملناها قبل كده والمفروض ان احنا النهاردة عايزين نتعلم نعمل الفاينانشل استاتنس اللي ايه اخر خطوة عندنا دي لكن زي ما قلتلك انت عندك الجراول دي فاضي محتاج بس تملىها ارقام لو حبيت بسرعة كده استعرض الترانزاكشن اللي موجودة عندنا فبيقول لي ان يوم واحد ابريل حط عشر تلاف جنيه ايجار تمام كده وحط خمسين الف جنيه ايجار مقدم لخمش شهور بعد كده ويوم تلات ابريل اشترى اوفيس اطلاع ما دفعش فلوس قال لي ان الحاجات دي كانت تمنها اتناشر الف ونصف دولار واخدها اون اكاونت اون اكاونت ديت يعني قلت الراجل سجلها علي فلوس لكن ما دفعتش فلوس كاش يوم خمسة ابريل جاله خمسة واربعين الف نتيجة الخدمات الخدمات اللي بتقدمها الشركة فدي تعطابة ريفينيو يوم سبعة ابريل اشترى فانتشر قيمته عشر تلاف لكن كان فيه عشرة في المية ديسكون يوم تسعة ابريل دفع الفلوس اللي كانت بتاعة سبلايز اللي كانت المفروض انها فلوس عليه يعني يوم حداشر ابريل اشترى اكوابمنت تكلفتها خمسين الف دفع منهم تلاتين والباقي كان اتحط يوم تلاتاشر ابريل دفعوا او خدوا فلوس خدمات بخمسين الف لعميل يوم خمسة عشر ابريل جالهم خمسة عشر الف من عميل اللي كان عملو له الحاجات في يوم تلاتاشر وفي يوم تلاتاشر قدموا الخدمات بخمسين الف لكن ماخدوش فلوس يوم تلاتاشر جالوا منها خمسة عشر الف ويوم سبعاتاشر ابريل اشترى ستاشنري بخمسمية دولار ويوم تلاتة وعشر ابريل الكاستمر اللي كان عليه الفلوس خلاص خلاص الحاجات بتاعته ودفع فواتين للكهربا والتليفون ومصروفات عامة كده في يوم تلاتين ابريل لغاية لما دفع اخر حاجة اللي هي مرتبات الناس اللي عنده هل في حاجة في الترانز اكشنز ديد مش واضحة؟ دكتور اللي انا كنت عايزة اسأل هو النوت رسيفبل بيبقى تبع كاتيجوري اي انا عارفة انها هتبقى كرادت بس انا مش عارفة احطها يتبع كاتيجوري اي زي مثلا اللي محطوطة في 13 ابريل واحدة 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 النوت رسيفبل كان ايه بدلها؟ يعني لو الراجل مش هيديني نوت رسيفبل كان ايه بدلها؟ هيديني فلوس كاش؟ كاش؟ هاذا هاذا الكاش؟ والكاش ده تبع اني كاتيجوري الكاش دبت تبع اني كاتيجوري ايه تبع اسد فالنوت رسيفبل دي اسدس لما بيكون ليه شيكات عند حد دي كأنها اصول عندي في شركة كأنها كاش لان الورق ده هيتحول في وقت ملاقات الكاش تمام مزبوط صح تمام انا عايزة اديكو ربع ساعة هتعملوا حاجتين هتبتدي انتو المفروض معاكم الفايل دوت تمام؟ لكن الجوردل ده فاضي والليتجرز ديت فاضي هي كمان انا عايزة اديكو لتساير ربع ساعة ونشوف كم واحد خلص كده يعني يفترض ان في ناس ابتدد ده قبل المحضر لكن تعالى دلوقتي واحدة واحدة كده ابتدي امنا الجوردل بس على اقل خلص خلي بالكو الاكزامبل ده محلول معانا يعني اي حاجة هحتر فيها في السكة بص على الحل مبدئيا لغاية لما نتناقش هو بسبب ايه؟ لكن مبدئيا انت تقدر ترانزاكشن ترانزاكشن تكتبها وتراجع الحل تكتبها وتراجع الحل تكتبها وتراجع الحل والحاجة اللي حسيت ان انا مش فاهمها اعلم عليها ونبتدي نسأل عليها هناخد ربع ساعة من دلوقتي لغاية لما تخلص الجورنل وبعدين نتناقش في اللي انت عملته اشتركوا في القناة 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 كم مرة؟ تمام ثانية واحدة 14 مرة رفع ليك 14 مرة دول هاجي في الخانة الأولانية هنا اللي هي خانة الديت احط الـ 14 تاريخ دول بنقلوا من الجورنال زي مهمة وفي الخانة التانية هنا خانة الايتم هحط الـ 14 تاريخ تمام كده؟ وفي الخانتين دول بنقل بالزبط من الجورنال هو كان ديبت ولا كريدت وكان ديبت او كريدت بكام يعني اول اربع خانات دول دول بنقلوا من الجورنال بشكل طبيعي جدا وابتالي بقى قولي نفسي تعالى ناخد أول واحدة خالص اللي هي open the business كانت قيمتها 100 ألف ديبت ولا كريدت ديبت يبقى المحصلة 100 ألف ديبت فبقوة تانية عملية تبقى كريدت فهترح من المئة ألف كريدت بعشر تلاف فهل بقى 90 ألف واللي بعد منها خمسين ألف كريدت كريدت بخمسين ألف يبقى لبقى 40 ألف رفع عليك اللي بعد منها ديبت 45 ألف فهزود على الاربعين ألف فبقى 85 ألف اللي بعد منها كريدت 9000 فهتبقى 76 ألف رقص من 85 ألف وأفضل كده لغاية لما وصل لآخر رقم آخر رقم عندك كم؟ 34 ألف ومتين 34 ألف ومتين لـ 34 ألف ومتين دول إحنا بقى بنسميه البلانس بتاع الكاش يعني إيه؟ يعني في نهاية المودة لو أنا جيت أشوف الكاش اللي عندي في الشركة هلأيه بقى كم؟ 34 ألف ومتين بينما كن بدي بكام؟ بمئة ألف برافع عليك همسك بقى أكاونت أكاونت وبتدعم له ليجر هو طبعاً في الغالب دايماً الكاش هو بيكون فيه مشكلة أو فيه صعوبة لأن الكاش بيكون تكرر كذا مرة لكن مثلاً فيه أكاونت اسمه prepaid rent هلأتكرر كم مرة؟ مرة واحدة بس مرة واحدة بس يوم 1 أبريل وتحطي بـ 50 ألف ديبت والمحصلة لـ 50 ألف ديبت الرقم ده كده اسمه البالانس بتاع الـ prepaid rent اللي هو آخر رقم وصله للحساب هبدأ نعمل كده في حساب حساب منها عندي وأشوف آخر رقم وصله كامل خلي بقى لكم أنا عندي حسابات كتيرة لها ترانزاكشن واحدة لكن على سبيل المثال مثلاً الأكاونت رسيفابل كان الأول فيها خمسين ألف يوم 13 خمسين ألف ديبت فمحصلتهم خمسين ألف يوم 15 بقى اتعمل فيها أو كريتتت بـ 15 ألف فالبقى 35 ألف ديبت يوم 23 هي كريتتت بكمان 35 ألف فبقت المحصلة كام؟ بقت المحصلة صفر الخانات اللي أنا بعلم عليها بالأخضر جيت قال لي ده بيسميها البالانس بتاع الأكاونت دكتور أنا كان عندي سؤال كانت 11 إبريل كان فيها ورغم كده استخدمت حضرتك الأرقام عادي بالضبط كده الـ Interest Rate هبتلا استخدمه إمتى؟ هو طلب مني إن أنا أعمل الجورنال إمتى؟ في نفس الشهر ولا شهر تاني؟ في نفس الشهر؟ كان الـ Interest Rate ده مش موجود أنا حطت الـ Interest Rate دوت عشان هاستخدمه في حاجة تانية قدام لكن مبدئياً مبدئياً الـ Interest Rate ده معنى إيه؟ معنى إن أنا لو عليها خمسين ألف جنيه النهاردة وفيه Interest Rate فبعد عشر شهور ما مش خمسين ألف جنيه هيزيد ولا إيه؟ هيزيد هيزيد ولكن في اللحظة اللي أنا بقيت فيه هدية مفيش أي مشكلة خالص كأنهم مش موجودين خالص 8 شكراً دكتور أنا زي ما قلت لكم حاطرتهم دلوقتي عشان في الإجزامبل اللي بعد كده هارجع بقى تاني الـ Interest Rate ده وبتدي أفترض معاك إن هو كان مثلاً قالك اعمل لي الفينانشا للساتف نسيب بعد ثلاث شهور يبقى لـ Interest Rate مش هيبان إلا لما هو يحدد لي مدة أشتغل عندها دكتور فضلت ودلوقتي في يوم تسعة أنا ما فهمتش حتة الـ Paypal Account يوم تسعة؟ أه لما اشترى Supplies بس يوم ثلاثة بالضبط كده هو بيقول لي بيقول لي أن يوم ثلاثة يوم ثلاثة اشترى Supplies يعني يعني ما حسبش على يوم ساعته يعني قاله قاله أيضا على حسابي أه حلو كده؟ ويوم تسعة يوم تسعة قاله بقى حسب على يوم يوم تلاتين ولا حسبه عليني يوم تسعة؟ لا 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 مش تلاتين تلاتين اللي مكتوب عنك دي غلط هي تلاتة اه Amount paid against the office supplies Purchase on account اه يعني هو حسب عليهم يعني هو حسب عليهم يوم تسعة يوم تسعة قاله أنا هتفع لك فلوس الحاجات بتاعت يوم تلاتة دي اه تمام هي دي حتة بس كاتل غبطة خلاص كده؟ انا اعتقد خلي بالكوا بقى ان كل transaction هنا انا عايز اتعلم منها شوية حاجات عايز اتعلم منها الترميناولوجي يعني لما يقول لي معناها ايه؟ لما يقول لي هو انه هو عمل بالانس للاماونت معناها ايه؟ الحاجة التانية مع كل transaction جديدة بيظهر اسامي حسابات جديدة يعني الجورنال اللي احنا عاملينه دوت حد يعرف يقول لي فيه كم اكاونت؟ حد يعرف يقول لي الجورنال اللي انت كتبته دوت اكاونت؟ حد بي اد يا شباب ايوه دكتور ايوه سواهاني بسواه حد رسول الله ربما كم؟ بان جلتواشر جلتواشر مش حد ان دورك تني؟ صباح تاشر تأوي صباح تاشر ما شاء الله حد ان دورك تني؟ صباح تاشر بردو صباح تاشر صباح تاشر صباح تاشر دكتور صباح تاشر سواهاتاشر اكاونت فيه عندنا فيه عندنا في الجورنال دوت 17 اكاونت السميمة هي بالترتيب لو انت بسيت على الكلام ده كده الكاش والبري بايد رنت والسابلايز والفيرنيتشر والاكوابمنت اكاونت رسيبابل واول سبعة دول دول تبع الاسيتس اول سبعة اكاونت يعني اول سبعة اكاونت انا بس مرتبهم دلوقتي مرتبهم بانواحهم لميت كل الاكاونت بتاعت الاسيتس مع بعضها اللي هم الكاش والفري بايد رنت اتفاقنا ان الفري بايد رنت ده اسيت السابلايز اسيت الفيرنيتشر اسيت الاكوابمنت اسيت الاكاونت رسيبابل اسيت دول سبعة اكاونت فيه اتنين اكاونت طبع الليابيريتي سواء الاكاونت بابل او النوتس بابل فيه اكاونت واحد طبع الاونر ايكوتي اللي هو الامفاستمنت وفيه عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فيه سبعة اكاونت طبع الاكسبنسز واكاونت واحد طبع ريفيني طبع ريفيني ممكن هون اللي خلاني قلت انا خليت كل الاكسبنسز باسمه واحد اكسبنسز وخلاص خليت كل الاكسبنسز نفس الاكاونت اسمه اكسبنسز تمام وخليت الدسكريبشن ده دسكريبشن المعامل ايه مشكلة ايه مشكلة اللي انت عملته يوسف انا مش عبا دقيق قدر اشوف الكاش او الهدقة تريس يعني كل الاكسبنس بيصرف نحن دقيق الواحد طيب تعالوا تعالوا نتفع على حاجة هو احنا ايه الهدف من الفينانشال اكاونتنج اصلا انا ما لايزه ناخد قرار انا اقدر ااخد قرار ما اقدر ااخد قرار لما اقدر اعمل اناليسز مزبوط على سبيل المثال انا لقيت الفلوس اللي طلعتلي مشكلة في الاخر ما طلعليش نيت انكم طلعلي نيت لوس نيت لوس دي معناها ايه انا ما ديور معناها ان الاكسبنسز اعلى من الريفينيو حلو كده؟ طبعا فلما بيطلعلي نيت لوس الاناليسز بقى بتقوللي طب انت اطلعلك نيت لوس عشان الريفينيو قليل ولا عشان الاكسبنسز كتيرة هل الاتنين دول يفريقوا عن بعض؟ طيب اه طبعا اكيد لو ريفينيو قليل هروح في سكة ان انا زاود ريفينيو اعمل الماركتينج ولا بتاع ولو الاكسبنسز هي اللي كتيرة هروح في سكة ان انا اعمل ايه؟ كوستر داكشن اه كوستر داكشن الاكسبنسز لما اجي بقى قليل الاكسبنسز ديت لو الاكسبنسز ديت كاتيجرايز يعني متقسمة هقدر المح بعناي مين البند اللي كبير وبتري اعمل ايه؟ التارج الدوت لكن لو حطيت كل الاكسبنسز في بند واحد اسمه اكسبنسز انا مش هقدر ادسكمانات طيب اين ريفينيو انت في المسألة؟ تحطوهم في خمس اكاونت ولا اربع اكاونت ولا ستة اكاونت والله يا باشفنس طالما هو ميديك اسم اكسبنسز بذاتها كده بنوحة خليها لوحدة وصلت يا يوسف؟ وصلت ادو يعني هو طالما سمالك تيليفون اكسبنسز خلاص يبقى فيه حساب اسمه تيليفون اكسبنسز سمالك الكتريستي اكسبنسز يبقى فيه حساب اسمه الكتريستي اكسبنسز انا مش هيفرق معايا الكلام ده في البالانس في الاخر لكن هيفرق معايا لما اجي اعمل اناليسز اتفرج بقى هي فواتير الكهربا هي اللي زيادة ولا فواتير التليفونات هي اللي زيادة وصلت الفكرة؟ وصلت انا بحاول اعمل اكاونتز على قد ما اقدر بس انا محكوم في النهاية بالكلام اللي هو بيقلهول لو قال لي اكسبنسز وسبها لي كده عيمة خلاص دي كاتيجري واحدة لكن طيما صنفهم هصنفهم بعدد حسابات طيب المفروض ان الجورنال ده هو الحاجة اللي فيها المشكلة هو الحاجة اللي فيها الصعوبة لكن النقل من الجورنال لليجر يفترض انه هو مفيش فيه مشكلة لان مبدعيا اكتر من 90% من الليجرز اللي عندك هتلاقى فيها ترانزاكشن واحدة فاهمين حاجة؟ مين اكتر ليجر فيه ترانزاكشنز؟ الكاش اكيد الكاش هلاقي فيه 12-13 لكن الباقي كله هلاقي فيه واحدة اتنين ثلاثة اقدر بقى اعرف كل اكاونت منهم اخره كان كام؟ البالانسزتاعه كان كام؟ بعرفها من اين دي اد؟ نهاية الليجر نهاية الليجر حلو كده؟ قلت لي بقى قبل ما اعمل الفاينانشال ستاتمونس فيه ستاتمونت هي مش بالفاينانشال ستاتمونت لكن ستاتمونت مهمة جدا عشان قبل ما ابني على شغلي دوت حاجة اتأكد ان شغلي مزبوط حاجة بنسميها الترايل بلانس الترايل بلانس دوت شكله ستاندرد يعني بكتب فوق الترايل بلانس وبكتب التاريخ اللي انا حبيت اعمل فيه الترايل بلانس فلما جهه وقال لي هنا عايز يعمل الترايل بلانس امتى؟ يوم تلاتين اربعة حلو؟ الترايل بلانس بمطقة البساطة عملت ايه؟ جبت كل الأكاونس اللي عندي اسامي للأكاونس اللي عندي ورصتها على الشمال وحطيت اوصاد كل واحدة يوم البلانس بتاعه هل هو ديبت ولا كريدت؟ ديبت ولا كريدت؟ لو البلانس ديبت حطيته على ديبت لو البلانس كريدت حطيته على الكريدت واحد الأشكال اللي تشيك على الشغل بتاعي انه لقيت ترايل البلانس ده ما له سيجمال ديبت بتساوي سيجمال كريدت وصلت تمام هل ده في حاجة صعبة؟ دكتور هو ايه الرفرنس في الجورنال؟ الايه؟ الرفرنس سيبينه دلوقتي فاضي لغاية اللحظة اللي احنا كلمة لك انا هنشغله بعد كده بس لغاية اللحظة اللي احنا فيها ديب سيبينه فاضي تمام الخانة ديب فالترايل البلانس اللي خلل على الشمال فيها ايه؟ اسمي الأكاونت اسمي الأكاونتتت جبتها منين؟ ده اسامي كل الليتجرز اللي عندنا بالظبط كده والليتجر دي اصلا جبتها من الجورنال طب والخانتين دول نهاية كل خانة في الليتجر الليتجر البلانس بتاع الاكاونت ده في الليتجر هي دبتتت ولا كريدتت وبكام؟ حلو كده؟ والمفروض ان انا لو جمعت كل الدبتت مع بعضه وجمعت كل الكريدت مع بعضه يطلع لي رقمين ايه وان لبعض وصلت الفكرة؟ تمام لما بعمل الخطوة ديت معناها ان الفاينانشال استيتمونس بتاعتي هتطلع مظبوطة هتطلع بالانسد في الغالب لكن مش معناها ان انا صح 100% محد عارف ليه؟ ممكن اكون حطت فلوس في الاكاونت مش في الاكاونت الصح؟ لا بص على الترانزاكشن بتاع الفيرنيتشير هو اشترى الفيرنيتشير بكامل؟ 10.000 10.000 ودفع 9000 جنيه كاش ودسكاونت 1000 صح؟ تسبوط صح انتو لما ايدتوا الفيرنيتشير حطتوا الفيرنيتشير بكامل؟ 10.000 10.000 وحطت كاش 9.000 9.000 ودسكاونت 1000 صح كده؟ يبقى حد يقول لي طب لا استنى يا دكتور أنا هاعد يعني لما اجاعد الفيرنيتشير ده هحط الفيرنيتشير 9000 والكاش 9000 ما هو خاصة ما هو اللي هيعمل كده هيبقى حطت فيرنيتشير 9 وكاش 9 صح كده؟ مظبوط الترانزاكشن بالانسد ولا مش بالانسد؟ بالانسد وهيلاقي ترى البالانس مظبوط وهيلاقي ترى البالانس مظبوط على فكرة وهيلاقي الاكاونت ايجوشن تلعب صفر مظبوطة بس هو صح او غلط؟ هو غلط هو دكتور هو ده اللي بيتلعب بالاكاونت اللي بيقصدوا عليه يعني قبل كده؟ ده الايه؟ اللي كان بنسمع عنه يعني ده ازاي الناس دي قدر تلعب بالاكاونت بحيث تخليها في الاخر مظبوطة وفيه في الاخر برضو خلي بالك خلي بالك فرق بابين حكتين انا بخليها مظبوطة عشان انا عبيت؟ ولا بخليها مظبوطة عشان انا غلط؟ بمعنى انا قلت لك ان لو انا جبت بضاعة وبيعتها لو انا حطيت فلوس البضاعة دي دريفينيو وانشيته انزل جزء من ثمن البضاعة هلايه الترالبالنس برضو مظبوط بس هيب عندي نت انكم مش حقيقي انا كأنني كسبت ميت الف جنيه بينما واقع الحال انا مكسبتش ميت الف جنيه انا كسبت تلاتين الف الترالبالنس مش معناه ان الارقام بتاعتي صحب نسبة مية في المية الارقام الترالبالنس معناه ان انا مبدئيا مبدئيا احتمالا بقى صحب نسبة اكبر لكن مبدئيا بقى لو لقيت الترالبالنس ده مش مظبوط ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ 100% انا غلط 100%؟ تمام كده؟ في حاجة ورا غلط يبقى لو لقيت الترالبالنس مظبوط يبقى 100% انا صح؟ لا لا لكن لو لقيت الترالبالنس مش مظبوط يبارك انا راجع عشان في غلط مرة في ليتجر في ليتجر من ليتجر ازي بتوعي البالنس بتوعه مش مظبوط يبقى الترالبالنس مش هيأكد لي ان انا صح لكن هيأكد لي ان انا غلط فاصلح وصلت؟ يا دكتور طب بالنسبة للدسكاونت ليه لازم احطه بقى؟ ليه لازم اكتبه 10,000 وعمل دسكاونت 1000؟ لاني لو انت قلتلي ان الفيرنيتشر ده بتسعة تلاف وانا دفعت فيه تسعة تلاف خلاص يبقى الفيرنيتشر ده امته تسعة تلاف؟ اه تماما عشان بينما هو كاصل امته كم؟ 10,000 عشان تلير الديسكاونت ده بقى حطيته في اني كاتيجري؟ يعني الفيرنيتشر ككاتيجري تبع مين؟ أس أس صح كده او الكاش؟ أس طب والديسكاونت؟ كسبينت والديسكاونت دي مصاريف دفعتها؟ ريفنيو؟ لا ده ريفنيو ريفنيو، ماشي ماشي مين اللي قال ريفنيو؟ ايه أنا فاطمة ايه تعريف ريفنيو يا فاطمة؟ ان هو يعني بعد ما انا عملتها انا كسبت لا مش انا كسبت ايه تعريف ريفنيو؟ باللغة اللي مش انا كسبت فلوس بصراح مش قدرها هيا بصراح مش قدرها اللي مش حاغة لو ما يكيفلها يا جماعة ايه تعريف ريفنيو؟ يعني أنا فاهمية اللي هو يعني مثل لو انا كسبت فلوس فهي ده الريفنيو بس لا 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 تعريف الريفينيو مش لو كسبت فلوس وتعريف الريفينيو مش لو فلوس كاش دخلت الشركة لا دا ريفينيو ولا دا ريفينيو ايه تعريف الريفينيو؟ احنا قلناه في أول محاضرة هو دلوقتي لو أنا خدت العفش دوت لو خدت سفرنتشر دا بيعتوه مش هتخدشيلي فلوس أيو مزبوط دي ريفينيو 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 لو أنا خدت سفرنتشر دا بيعتوه يا زياد أيو مزبوط زياد هو أنت اللي لمايك عندك بيشتغل واحد وا زياد لا أنا بفتحه بمزاج عشر ودع خاطرية أنا معنديش صوت يا طيب ماشي دلوقتي لو أنا خدت سفرنتشر بتاع الشركة بتاعتنا أنا عندي شركة وقررت أن أنا بإذنك يا رب أخد الفرنتشر أبيعه الفلوس دي تخش ريفينيو لا وما لقيت عريف ريفينيو everybody الي دخلت الشركة نتيجة بيع السلعة بتاعت الشركة أول خدمة تماتذ الشركة نقطة هي الفلوس الي دخلت الشركة نتيجة بيع السلعة اللي بتبيعها الشركة أول خدمة الي بتاعد ما الشركة نقطة أي فلوس تانية مش ريفينيو تمام بس الدسكاونت ايوه اتكلمي قولي انا كنت بقولي الدسكاونت كريدت فهو كده يبقى ايه ايوه ده بقى السؤال المهم التاني انت ليه متأكدة ان الدسكاونت كريدت عشان دفعت كاش تسعة وهو بعشرة يبقى انا لسه معي الف دسكاونت كريدت الديسكاونت ده في الحالة دي دي فلوس المفروغ كنت هدفعها وما دفعتهاش صح بيسموها يعني عكسية كانها بالنغتب قلتلي لا استنى عشان ده concept جديد اول مرة نسمعوا يعني يعني عكسية مصاريف اتوفرت وبناء عليه هو اساسا لما تزيد تبقى ديبت ولا كريدت ديبت فالكونتر عكسية عكسية لما تزيد تبقى ديبت ولا كريدت كريدت ولذلك هتلاقيني حاطة الدسكاونت هنا مع بس الفلوس بتاعته يمين ولا شمال يمين يمين فالديسكاونت هنا مش ريفينيو مش ريفينيو مش ريفينيو وما نسميه ايه دود كونترا اكسبنس كونترا اكسبنس كونترا اكسبنس حلو كده احنا دلوقتي اهم خطوة في المسألة خطوة اللي اللي المست بريبابل ان انا لو غلطت فيها المسألة بتاعتي بتبوز هي الجورنال لكن الطبيعي لو عملت الجورنال مظبوط هنقل الليتجرز مظبوط ولو عملت الليتجرز مظبوط هاخد اسامي الاساساونتات بالبالنس بتاعها مظبوط التلاتة اللي احنا عملينهم دول حاجة في منتهى العبط اول واحدة بيسميها income statement ودي standard يعني شكل statement standard بحط فوق اسم الشركة company name وتحت منها انا كاتب ان دي income statement وتحت منها بحدد الكلام ده عن اي فترة فقلت لي ده الفترة الغاية 30 3 الانكم statement day الهدف منها ان انا اطلع net income بتاعي او net loss فبعمل ايه باخد من trial balance accounts بتاع expenses كل account بتاع expenses وحط الارقام بتاعي واخد accounts ريفينيو كل accounts ريفينيو وحط الارقام بتاعي واجمع كل expenses واجمع كل ريفينيو وبعدين قلت لي اطلع بقى النت income بتاعي النت income بتاعي وغبار عن مين ريفينيو من certain expenses ريفينيو اطلع احنا مش تملينا حضرتك ايو انا بعدي لبس حاجة طمام ريفينيو كده فجمعت كل expenses بتاعتي وعندي revenues وطرحت الاتنين من بعض فبيطلع لي ساعتها النت income بتاعي يبقى الهدف الهدف من income statement تطلع لل net income طب يفرض ان expenses كانت اكبر من الريفينيو قال لي كانت هتطلع لي net loss output بتاع الهدف هو الهدف اللي بعد منها اللي بعد منها بيسميها honor equity دي بدخل فيها ايه بدخل فيها investment تمام كده وفي حاجة اسمها honor withdrawal يعني وارد ان اي حد من الشركة او الشركة دول يسحب فلوس اثناء شغل الشركة يعني جي قال لي ان الراجل اللي عمل investment في الشركة بمئة الف دود سحب 10.000 جنيه يوم 25 واربعة فكنت هعمل حساب جديد سميه owner withdrawal واشوف سحب منه كام في المسألة اللي عندنا ما سحب ش حاجة فان او اضط صفر وبحط النت income بتاعي اجمع الاثنين واربعة يطلعون لي owner equity الجديدة دايما هي investment الاولاني زائد النت income اللي طلع ال statement التالت وهي الاخيرة اللي بنسميها balance sheet بحط فيها كل assets بتاعته خلي بالك اللي انا معلم عليهم دول هم دول و احنا مرتبين trial balance عشان نستخدم اسرع بعد كده بربع عليك انا مرتب حاطت الحاجات جنب بعضها عشان الخاطر هو اللي بنقل منه للحسابات بتاعتي وعلى سبيل المثال الاثنين دول اما دول اما انا انا عايز اقول لك انت لو وصلت انك عملت trial balance مزبوط هتنقل كل الحاجات بعد كده مزبوطة دكتور ممكن سؤال فضالي هي مجموعة 59 300 يعني رقم اللقم اول صح عشان عشان في عندي contra expenses بالف هي هي discount تابع expenses ولا لا 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 discount تابع expenses discount تابع expenses discount في الحالة تابع expenses بس expenses بالعكس مزبوط اه انا جمعت total expenses بدل ما كانت 59 الف زودت عليها زودت عليها الف جنيب الماين اه صح اتمنى الحركة بتاعت الالوان دي وضح لكم الدنيا شوية التلاتة اصلا اتمالوا منين اتمالوا منين يا شباب من التلاتة اول statement خدت expenses والrevenue وطرحتهم من بعض عشان اطلع net income تاني statement خدت owner investment وزودت علي net income عشان اطلع owner equity تالت statement حطيت كل البعض مع بعضها وحطيت كل assets مع بعضها حلو وحطيت الowner equity اللي طلعت من الstatement التانية فطلعت انا عايز احقق ايه في الاخر عايز احقق الéquation ديت بتاعت الaccounting اني مجموع الاسيتس بيساوي مجموع الاسيتس وصلت الفكرة او تمام انا بقى بعمل حاجة حلوة جدا وانا شغال في الاسل لو انا عايزة خلي يعني انتو واخدين التمبلت كده كده صح تقدروا دلوقتي تملو فيه الارقام قلتلي طب خلاص بقى انا عايز استفيد من فكرة ان انا في الاسل اصلا فقال لي خلي بالك لما جي فور اكزامبل في 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 اول واحدة اللي هي الانكم statement الفيس ارنت المفروض انها بتساوي كم خمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين ما كتبتش بقى خمسة وعشرين ألف وانت جاي في المكان اللي في الانكم statement قلتله خد اللي في دي اربعة وعشرين انا لما عملت ادت دلوقتي ظاهرة عندكم الرقم اللي انا انا مش كاتب رقم في الخانة دي انا كاتب فانكشن بتقوله ايه الفانكشن دي ادت حدو ااخد بالو خد الفالو اللي في دي اربعة وعشرين بقوله بقوله ان الفانكشن دي بتساوي وباجي على الخانة بتاعت الخمسة وعشرين ألف دي اتكي عليه وادوس انتر بيقوم على طول عامل لي ايه ياخد الفاليو ويكتب على طول ياخد الفاليو ويكتب على طول هلو كده ولذلك لو غيرت اي خانة لو غيرت اي رقم بقى في الترايل بالانس اوتوماتيك تلاقيه سمع في كل الارقام اللي بعد كده يعني تعال انا تخيل دلوقتي اننا الالف جنيه بتاعت الدسكاونت دي قلطت وكتب تاهم ايه المفروض اتش فورتين تكون بتساوي دي تونت ايه مفروض لاشي ما نفروض يكبر الوقت لو جيت هنا قيارت دي خليتها مية ايه اللي حصل حدو اخي بالو اولا الترايل بالانس بقى مش مظبوط حلو كده وفي نفس الوقت النيت انكم بقى كم مش مظبوط برد بقى مش مظبوط وبنان عليه الايكوتي مش مظبوطة برده مش مظبوطة فطلع ان التوتال اسيتس التوتال اسيتس بقت خمستاشر مية ستة وخمسين الف سبعمية بينما التوتال الابيلتز زائد الولرز ايكوتي بقت مية خمسة وخمسين الف سبعمية وصلت الفكرة ده معنى ده معنى ان الشيت ده بقى انتر اكتب لو رجعتها الف تاني ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا شباب مهود يوظبوط تاني بس ايه هو اول ما بغير الرقم بيستام لا 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 لو انا اللي عامل كده لو انا بملى الستاتمانس من الترال فالانس اغفان شام بقول ورح خذ الرقم اللي مكتوب هنا ايه مصبوط طيب لو كان حد في اول المسألة طنش حكاية الدسكاونت اصلا فكان هيكتب الفرنيتشر بكم تسعة تلاف والكيش برضو تسعة تلاف كان هيكتب الفرنيتشر بتسعة تلاف فكان هيبقى هنا مكتوب تسعة تلاف كان الدسكاونت ده كان هيبقى بزيرو حلو كده وكان الكاش كان هيبقى بزيرو كان هيبقى بزيرو تسعة تلاف تسعة تلاف زي ما هو صحيح كده مصبوط ملاحظ معي دلوقتي دلوقتي هننسيت حاجة في المسألة ولا ما نسيتش هننسيت حاجة في المسألة ولا ما نسيتش نسيت الالف تحت الدسكاونت ده تحت الدسكاونت ومع ذلك الترائيل بالانس سليم ولا مسسليم سليم سليم صح كده والأكاونتنج سليم سليم ومالإيه اللي غلط عندي اللي انكب السيتمان اللي انكب السيتمان صح كده وإيه تاني هو الانكم سيتمان بوزة النات انكم فالنات انكم هيبوز الانر ايكوتي صح كده الانر ايكوتي نقصة الف وكل الأكاونت نقصة الف الانكم والانر ايكوتي والبالانس شيت فاشا كده ما اقصرش ايوه جماعة ماشي دلوقتي الانت انكم الانت انكم مقصة الف صح كده هل الانت انكم هل الانت انكم اقصرت كده لها تبضل مضبوطة وده اللي كنت بقولك عليه الترايل فالانز لقتي مضبوط ولا مش مضبوط مزبوط 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 بينما المسألة فيها صحة ولا غلط اوه احسألك فيها ازاي طب هي لو مظبوطة كده يا دكتور يعني هتعمل ايه ما هي طالعة كده الأرقام يعني انا لو وصلت للآخر ولقيتها كده مظبوطة خلاص هقول ان انا صح لا مش شرط لو سألت النيت انكم بتاع شركة دي كام هتقولي لي كام لو على الغلط هقول 35700 بالضبط بينما النيت انكم اه مش كده ارجع تاني ارجع على الأرقام بتاعتي هوافي حاجة دكتور تخلينا تأكد عن الموضوع دات ولا لو حطيت الالف واحدة واحدة تاني بس لو حطيت الالف ونسيت اعدل الفرنتشور هتلاق 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 بايس بايس عشان كده بقولك لو تراي البالنس طلع غلط يبقى انا اكيد عندي غلط لكن لو تراي البالنس طلع مظبوط مش فعلان ان انا ما عنديش غلط انا ممكن اكون فيه item صنفته في حتة مختلفة وصلت هل ممكن انت بقى دلوقتي انت كنت المفروض لغاية قبل الشرح دود تقدر تعمل الجورنال صح؟ مظبوط ودائد انت تعمل الليجورن صح؟ اي اعلم لكن ما كنتش قدر اعمل ما كنتش قدر اعمل الفانانش الستاتيات هتبقي بقى في التمبل اللي معاك قلنا كاتب لك في الترايب بس مش كاتب لك اسامي اكاونتات كاتب لك اسيت اكاونت واحد اسيت اكاونت اثنين اسيت اكاونت تلاتة وحاول تحافظ على الترتيب عشان يبقى النقل بعد كده سهل في الانكم استاتمنت بحط كل الاسبانس وكل الريفينيوز واترحهم من بعض في الاونرز ايكوتي بحط الاونر انفستمنت ولو فيه ودرول والنت انكم عشان يطلع الاونرز ايكوتي جديدة في اخر واحدة البلانس شيت او الميزانية بحط كل الاسيت واجمحها وحط كل الليابلتز واجمحها وحط الاونر ايكوتي واثبط لنفسي ان الاونر ايكوتي زائد الليابلتز بتساوي مين بتساوي الاسيت صعب ولا سهلة صعب ولا سهلة طيب انا كنت بطلق من الناس في الغالب واحنا في المحاضرة كده يخش بقى الغاية لما يخلص المسألة دي الغاية الاخر ويخلص الExcel File دوت وهتلاقي دلوقت شعال قلب ماسة عندكم في assignment مطلوب منك انك تصميت فيه الحاجات ديت انا هفتح الوقت دوت يعني مش هخلي الوقت دلوقت يوه وقت المحاضرة التسليم دوت التسليم هيفضل مفتوح 4-5 تيام حلو كده عشان حتى الناس اللي لسه هتشوف المحاضرة ديت محضرتش ولسه هتشوف التسجيل وبناءنا عليه تخش بتاعي دوت تمام الformative assessment ديت انا احيانا بخليه بونس يعني تبقى الوسيلة اللي ممكن اديك بيها درجات بونس فلو سمحتم نعمله ونسلمه وكمان عشان تبقى قفلت الموضوع مع نفسك بمعنى ايه بمعنى ان انا حتى لو تهيقل ان انا فاهم الموضوع او الموضوع شكله حلو في دماغي لا معلم يقفله بان ان انت فعلا تطلع على الأرقام المفروض الترائل بالنس تاعك يطلع كم بتسوي كم يطلع ماتين وستاشر الف يبتسوي ماتين وستاشر الف الرقم التوتل بتاع ده مهم على فكرة مش معنى ان الرقمين طلعوا زي بعض لو رقمين طلعوا زي بعض الموضوع اللي انا صح ان شاء الله لكن مش بنسبة مال في المية وصلت انا ممكن اكون اهملت اتنين ايتمز بيكنسلوا بعض في نفس الكاتيجري فربنا يخليكم بقى دلوقتي هتقعد كده مع نفسك وتمسك انت التمبلت ده موجود معاك كل اللي هتعمله ان انت تحط لرقمين وحاول بقى تستفيد من مميزات الاسل بان انت تجمع بالاسل ما تجمعش بيدك حاول تستفيد من مميزات الاسل اني مثلا الرقم بتاع الكاش دوت في المسألة بتاعتي هنا انا كاتبه رقم ولا كاتبه فانشن مقد ملاحظ انا ممكن ان نحبه اقول له ده بيساوي اخر خانة في الليجر بتاع الكاش تم حاجات عشان الهدف الهدف الاسمة اللي نفسي توصله اني لما انت تكتب الجورنال اصلا الارقم دي اوتوماتيك تنزل في الليجر اوتوماتيك وتتجمع وتطلع توتل واخر رقم في الليجر اوتوماتيك يروح بالانس وانا خلاص جاست ان انا وصلت لترايل بالانس الارقم بتروح اوتوماتيك لبقية الستيتبول عايزكم يعني ياريت حد يعرف يعمل دوت اني من اول الجورنال يعني انا دلوقتي في الشيط اللي عندنا دوت لو انا غيرت اي رقم في الترايل بالانس ايه اللي هيحصل اللي هيحصل يا شباب اللي هو مساء بص خلني بالك الخمسين الف دي لو انا غلطت وكتبتها خمس تلاف حد ملاحظ اللي حصل هو في لك بس هناك اه هو في لك شوي طيب انا مستنيه اه تمام انا اشتغطت الخمسين الف بتاعت وانا بنقل غلط وخليتها خمستاشر خليتها خمسة فكل الارقام اللي عندي بازط انا ارقام تحديدا الاسيتس في الفالانس شيت بتاعت الاكويبمنت وبالتالي الاكاونت انجويش هنحصل فيها ايه بازط برا هرجحها تاني خمسين الف ارقام زبطت اه زبطت انا بقى نفسي حد يعملي كده من اول الجورنال حد يفهم حاجة بإذن الله يعني لو غيرت رقم في الجورنال غيرت رقم في الجورنال يسمع في كل الهصة اللي بعد منه واللي يعمل كده ويخلصه ويبعته لي يقديله بونس يعني هتبعات الفي انا انا هتشيك على ايه هغير اي رقم في الجورنال فلايا الليجر بتاعه اوتوماتيك حصله ايه اتغير اتغير ولايا ترايا البالانس اوتوماتيك حصله ايه او برضو اتغير اتغير والفاينانش الستثمانس اتغيرت خلاص يا شباب تمام وانا عندي يومش ان انا اعمل من شيء تاني اه طبعا من شيء تانيه ممكن عادي جدا تمام ودور انت بقى يعني دور انت في الاكسل انا هقفل دلوقتي عشان المحاضرة بس ما تطولش وتبقى طويلة يعني احنا الحمدلله في الغالب الاسئلة كنا بناخدها اسنها المحاضرة لو حد عنده حاجة بعد كده متعلقة بأي حاجة بقى تنظمية ولا حاجة نتكلم فيها بعد ما نقف الريكوردي سلام عليكم عليكم السلام